إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مجموعة الحلقات السبعة اللي فاته كنا بنقرأ مع بعض الفصل العاشر والفصل الحادي عشر من كتاب السيرة المطحرة وكان الفصل العاشر بعنوان في الشرق آيات وتكلمنا فيه عن الآيات من ظهر الغيب اللي تختص بالشرق واللي كشفها الله تعالى لعبده الإمام المهدي عليه السلام وكان عنوان الفصل الحادي عشر وفي الغرب آيات وتكلمنا فيه عن الآيات اللي كشفها الله تعالى لعبده المسيح المهود عليه السلام وتختص بالغرب ودلوقتي احنا نبتدي نقرأ مع بعض الفصل الثاني عشر بعنوان آيات من السماء علشان نعرف ازاي كان الله تعالى بيقيد سيدنا أحمد عليه السلام مش بس بالأنباء الغيبية اللي أخبروا عنها زي ما شفنا في الفصل العاشر والفصل الحادي عشر وإنما كان بيقيده برضو بالمعجزات اللي بيقيد بيه أنبياءه ورسله وإحنا عارفين طبعا أن ربنا لما يبعث نبي من الأنبياء فهو بيقيده بالخوارق والمعجزات علشان الناس في زمنه تصدق وتوقن بأنه فعلا النبي مرسل من عند الله ومهمة الأنبياء ورسالاتهم كلها قبل الإسلام كانت محدودة زمانا ومساحة يعني كانت محصورة في قوم من الأقوام أو في قبيلة من القبائل أو في بلد من البلاد كمان كانت الأديان اللي فاتت كلها مؤقتة لفضرة محدودة بمجيء الدين الأخير والشريعة الكاملة اللي هي دين الإسلام اللي احتواه القرآن المجيد وبيانته شرحا وتطبيقا عمليا السنة النبوية الشريفة وعشان كده كتب الله تعالى الخلود والبقاء للإسلام إلى يوم القيامة بعكس الأديان السابقة اللي ما كانتش باقية ولا خالدة إلى يوم القيامة ولذلك لما بعث الله تعالى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بدين الإسلام قضى سبحانه أن يكون هذا الدين هو الدين الذي لا يحده زمن ولا تحصره مساحة وإنما هو للناس كافة في كل زمان وفي كل مكان وعشان كده برضو لم يحفظ الله تعالى الأديان السابقة من التغيير والتبديل والتحريف بينما وعد سبحانه بالحفاظ على الإسلام لأن الدين الكامل والخاتم والأخير ولذلك بنشوف برضو أن المعجزات اللي آتاها الله تعالى للأنبياء السابقين جميعا اندثرت وضعت وما بقاش لها أي أثر فين سفينة نوح عليه السلام فين نار إبراهيم الخليل فين عصى موسى الكليم وفين الناس اللي شفاهم المسيح عليه السلام لكن أعظم المعجزات اللي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن لا تزال قائمة وكائنة وموجودة عشان تكون دليل على نبوته وتفضل برهان واضح على صدق رسالته لغاية يوم القيامة وده طبعا لا يعني أن سيدنا رسول الله لم يؤتى من المعجزات غير القرآن طبعا لو ما كانش لرسول الله أي معجزة تانية غير القرآن لكانت المعجزة دي لوحدها كافية عشان تكون دليل على عظم الشأنه إذا حبينا نقارن معجزة القرآن الكريم بمعجزات الأنبياء الآخرين ومع هذا فالله تعالى أتاه ما لا يحصى من الخوارق والمعجزات والمعجزة زي ما قلنا بتيجي من عند الله تعالى تدليلا على صدق النبي اللي بعثه الله تعالى ولذلك فاللي بينتفع بالمعجزات دي هم الناس اللي بيشوفوها بعنيهم لما تحصل قدامهم وأما بعد كده فالتابعين والناس اللي بيجوا في الدنيا بعد كده بيؤمنوا بالمعجزات دي مش عن رؤية وإنهم لأنهم سمعوا بيها ولولا إن القرآن المجيد زكر سفينة نوح ونار إبراهيم وعصى موسى وشفاء المسيح للأكمة والأبرص ما كناش أمين بالمعجزات دي كلها ولما نقول إن الله تعالى آت سيدنا رسول الله ما لا يحصى من الخوارق والمعجزات فاحنا مش بنقول كده مبالغة ولا تعصب ولا انحياز للإسلام إنما لإنها الحقيقة الواقعة اللي بنشوفها بعيننا فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما وقع أثناء حياته الشريفة ورأاه الناس اللي كانوا عايشين معاه في زمنه بصرف النظر عن إيمان الناس أو عدم إيمانهم بالمعجزات دي ومنها ما وقع بعد وفاته ورأاه التابعون والناس اللي جنب بعده ومنها ما لا يزال بيحصل حتى في عصرنا الحالي فالقمر إنشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأاه الناس سواء كانوا من مؤمنين برسول الله أو من أعداءه من قريش فحصل إن مجموعة من دول كانوا وقفين معاه فأشرق القمر وقال انظروا فشاف الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده انشقاق القمر من شاقش الأمر بالفعل النصين دخل نص منهم في كم جلباب الرسول وخرج من الكم الآخر زي ما جاء في بعض الروايات ولكن الناس اللي كانوا حاضرين في ذلك المكان شافوا فعلا إن الأمر انشق وممكن يكون شافوا فعلا إن واحد من النصين دول النصين الأمر دخل في كم جلباب الرسول وخرج من الكم الثاني لكن ده مش معناه إن كوكب الأمر انشق ودخل في كم الرسول فإحنا عارفين إن حجم الأمر يساوي ربع حجم الأرض وبالتالي يبقى نص الأمر بيساوي تمن حجم الأرض فإذا عرفنا إن محيط الأرض بيزيد عن 24 ألف ميل وقطرها بيقل شوي عن 8000 ميل تبقى الكتلة اللي بتساوي تمن حجم الأرض حيبلغ قطرها حوالي ألف ميل والمحيط بتاعها هيبقى حوالي 3000 ميل ولا يمكن طبعا الكتلة الجبارة دي إنها تدخل في كم جلباب رسول الله وتطلع من الكم التاني إنما ده لا يمنع إن مجموعة الأفراد اللي كانوا في معية رسول الله يكونوا شافوا فعلا إن الأمر انشأ زي ما ذكر القرآن المجيد وقوع الظاهرة دي والظاهرة دي والله جل جلاله اللي خلق الأفراد دول وأخرجهم من بطون أمهاتهم وعطاهم القدرة على رؤية الأشياء واللي جعل سيدنا موسى يشوف العصى كأنها حية تسعة لا شك إنه قادر على إنه يجعلهم يشوفوا بعنيهم الظاهرة دي ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتحققت بعد وفاته ما أخبر به أثناء حفر الخندق حول المدينة فلما جات جيوش المشركين من جميع أنحاء الجزيرة العربية في جيش مكون من 10 تلاف مقاتل بهدف قتل الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على المسلمين ووضع نهاية لدين الإسلام قرر سيدنا رسول الله بعد استشارة الصحابة أن يحفر خندق حول المدينة في الجزء المعرض للهجوم من الأعداء فحصل أن حجر كبير اعترض طريق الحفر فبلغ المسلمين الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجه بنفسه إلى مكان الحجر وأخذ معول وضرب به الحجر ثلاث ضربات فانكسر الحجر وأمكن إزاحته من الطريق والمعجزة في كده هي أنه لما كان بيدرب الحجر بالمعول تطاير بعد الشرر زي ما بيحصل عادة في الظروف اللي زي دي ولكن الله تعالى جعل رسوله يرى من خلال الشرر المتطاير ده أمور قال للناس عنها وهي أنهم حينتصروا على الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية وحينفقوا ثروتهم في سبيل الله فالمعجزة ما كانتش في كسر الحجر اللي ما قدرش المسلمين يكسروه ولا كانت المعجزة في تطاير الشرر اللي في العادة بيتطاير لما ينضرب الحجر بالمعول ولكن المعجزة كانت في النبأ الغيبي اللي رآه رسول الله وأخبر عنه وبعدين تحقق النبأ ده بعد وفاته وبعد مرور العديد من السنوات على الواقعة دي والأنباء الغيبية اللي ذكرها سيدنا رسول الله لا حصر لها وهي بتتحقق لما يشاء الله لها أن تتحقق في وقتها وكل نبأ منها هو في ذاته معجزة بتشهد على صدق وعظمة وجلالة شأن سيد الأنبياء والمرسلين ومن الأنباء الغيبية اللي ذكرها سيدنا رسول الله نبأ عن ظهور الإمام المهدي عليه السلام وفي واقع الأمر فيه كتير من الأنباء والروايات عن الإمام المهدي ولكن للأسف نلاقي أن أكترها فيه اختلاف وتعارض والظاهر أن ظروف الحكم والسياسة في عصور الدولة الأموية والعباسية والفاطمية أضافت الكتير والكتير من الروايات للأحاديث اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي عشان كده لابد أن الباحث الأمين يكون على جانب كبير من الحرص والحذر لما يبحث في الروايات الموجودة في الكتب بين إيدينا عن الإمام المهدي واللي جمع بعضها أهل السنة وجمع أكترها أهل الشيعة وبدراسات الروايات دي بيتضح بجلاء أن كل مجموعة من دول سواء كانوا أهل السنة أو أهل الشيعة كانوا بيضعوا الأحاديث عشان تنطبئ على وراجل منهم فالإمام المهدي أحيانا يكون من نسل فاطمة رضي الله عنها وأحيانا تانية يكون من نسل العباس عم الرسول ويقول لك أنه حيظهر في بيت المقدس وأحيانا يقول لك حيظهر في مكة وأحيانا أخرى حيظهر من غار في بطن الأرض وهكذا إنما فيه نبأ معين ذكرته كتب أهل السنة وكتب أهل الشيعة على السواء والنبأ ده بيربط ظهور الإمام المهدي بظاهرة فلكية مش في مقدور حد من البشر أنه يحققها ولا أنه يتحكم فيها ولا أنه يمنع وقوعها وعلى ذلك يبقى لا يمكن لحد من الوضاعين يكون اخترع الرواية دي ولا يمكن لبشر أنه يتنبأ بوقوع الظاهرة دي كعلامة على ظهور الإمام المهدي إلا إذا كان يعلم الغيب والله تعالى بيقول عن نفسه إن هو الوحد عالم الغيب وأنه لا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول وحيث أن الله تعالى وحده هو عالم الغيب وحيث أنه لا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإحنا نقدر نستخلص قاعدة خاصة وعلى جانب كبير من الأهمية تختص بتحقق الأنباء الغيبية فالنبأ الغيبي اللي يذكره سيدنا رسول الله أو حتى النبأ اللي ينسب قوله إلى رسول الله واللي ما نعرفش يقينا إذا كان هو فعلا الآل ولا لا لكن يحقق الله تعالى هذا النبأ بحزافيره ولو بعد مرور مدة طويلة من الزمان لا يمكن أن يكون من اختراع الوضعين إنما هو حتما من أنباء الغيب اللي تلقاها رسول الله من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وفي واحد من الكتب الحديث المعروفة وهو سنن الضرقطني لصاحبه العالم المشهور علي بن عمر بغدادي الضرقطني اللي تولد بعد خمسين سنة من بعد الإمام البخاري ورد الحديث التالي اللي رواه الإمام الباقر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وفي الحديث ده بيحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوء العظمة اللي بتتكلم عن ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان وبيعين اليوم اللي حتتحقق فيه النبوءة دي فبيقول ما يلي ده بقى نص الحديث اللي رواه الدرقطني إن لمهدينا آيتين لم تكون منذ خلق السماوات والأرض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان يعني هيحصل خصوف للأمر في أول ليلة من ليالي خصوف الأمر في شهر رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه يعني هتنكسف الشمس في منتصف أيام كسوف الشمس ولم تكون منذ خلق الله الله السماوات والأرض فالحديث لا بيقول إن ظهور الإمام المهدي بيرتبط بوقوع ظاهرة فلكية معينة ويوقوع كسوف لكل من الشمس والأمر في شهر معين بالذات هو شهر رمضان والمعروف إن خصوف الأمر بيحصل عند منتصف الشهر القمري يعني في ليلة 13 و14 و15 وحسب الحديث المذكور حيحصل خصوف الأمر في أول ليلة من ليالي خصوف الأمر من شهر رمضان اللي هي ليلة 13 من الشهر العرب كذلك الشمس لا تنكسف إلا عند نهاية الشهر العرب والأيام اللي ممكن يحصل فيها كسوف الشمس هي يوم 27 و28 و29 وبحسب الحديث الشريف يبقى كسوف الشمس هيحصل في منتصف أيام الكسوف الشمس يعني يوم 28 من شهر رمضان والمسألة مش في الخسوف والكسوف وبس لا إنما ظهور الإمام المهدي هيكون مرتبط باجتماع كسوف الشمس والأمر في شهر رمضان وفي الأيام المحددة لكل واحد منهم وإن الظاهرتين دول هيكونوا علمتين وآيتين على صدق الإمام المهدي اللي لا بد أن يكون ظهر الأول وعلن عن نفسه وذكر أنه هو الإمام المهدي المنتظر وبعدين تحصل الآيتين دول تصديقاً له فيكونوا بمثابة شهادة من السماء ومن خالق السماوات والأرض ولما ظهر سيدنا أحمد على مصرح الأحداث في الهند وأعلن في سنة 1890 و1891 أنه هو الإمام المهدي المنتظر وأنه هو المسيح المعود اللي بينتظر المسلمين نزوله هاجت وما هاجت ضده الطوائف المسلمين والمسيحيين على السواء وأطلقوا ألسنتهم وأقلمهم بالتطاول عليه سباً وشتماً وتحقيراً وازدراءاً وحاولوا تقليب الحكومة ضده واستعداء السلطات البريطانية عليه وزعموا أن المهدي هيحارب غير المسلمين ويقتلهم بالسيف قتلاً وده جعل الحكومة تتوجس منه شراً خصوصاً أن الحكومة البريطانية عانت كتير من المشاكل في السودان بسبب دعوة محمد أحمد المهدي المعروف بالمهدي السوداني اللي ادعى أنه هو الإمام المهدي المنتظر وكان بيحارب الإنجليز هناك كذلك قامت في إيران دعوة دعوة علي محمد الشيرازي اللي ادعى برضو أنه هو المهدي المنتظر وآثارت دعوته كثير من القلاق للمسلحة وكانت مصدر ألأ للحكومة هناك ومع نشر فتاوة تكفير وإهدار دم سيدنا أحمد عليه السلام ودعوة المسلمين لمقاطعته هو والحفنة من الناس اللي اتبعوه أصبح سيدنا أحمد في شبه عزلة عن العالم الجميع كانوا بيعادوه والبعض من ضعاف النفوس من بين القلائق القلائل اللي اتبعوه ادخلنوا عنه وتركوه وده اللي جعله يشعر بأن الأبواب كلها نسدد في وجهه إنما باب الله تعالى هو اللي فضل مفتح له على مصرعيه فلجأ إلى الدعاء والتضرع إلى رب العالمين وفي سنة 1893 نشر كتاب باللغة العربية اسمه نور الحق رد فيه على المزاعم الكاذبة اللي روجها ضد واحد من علماء المسلمين اللي وقعوا فريسة للتبشير المسيحي فارتدوا عن الإسلام ودخلوا المسيحية واحتفظوا بأسماءهم الإسلامية وراحوا يكتبوا المقالات وينشروا الكتب ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إعلان للحكومة البريطانية في الكتاب ده قال سيدنا أحمد إن رجلا من الذين ارتدوا من دين الإسلام ودخلوا في الملة النصرانية أعني النصراني الذي يسمي نفسه القسيس عماد الدين ألف كتابا في هذه الأيام لخداع العوام وسماه توزين الأقوال وذكر فيه بعض حالاتي بافتراء بحت لا أصل له وقال إن هذا الرجل رجل مفسد ومن أهل العداوة وإني وجدت في طريقة مشي آثار البغاوة وليس من نصحاء الدولة وأتيقن أنه سيفعل كذا وكذا وإنه من المخالفين فالملخص إنه حث الحكومة في ذلك على إيذائه ومع ذلك فرغ إناءه في سبي وازدرائي وأفرغ قذر لسانه على بعض أحبائي وأكثر القول في ديانتنا المقدسة وشتم خير الرسل صلى الله عليه وسلم وبالغ في التوهين وتكلم بكلمات ترتجف منها القلوب وتهيج في الأفئدة القلوب وسوف نكتب قليلا منها ونجوب أستار الجاهلين وفي نهاية الكتاب ده نشر بيان يخاطب فيه ضمائر المخلصين من الناس وحبزة لو إن حضرات المشاهدين الكرام أنصتوا جيدا للكلام اللي قالوا وكأنه كان بيكلم كل مشاهد منكم ويقول له أيها العزيز أقص عليك قصتي إن استمعت وحبزة أنت لو اتبعت قد سمعت كلام الذين بادروا إلى تكفيري فأوضح لك الآن معاذيري وإن شئت فكن عاذيري أو من اللائمين إني امرؤ من المسلمين أؤمن بالله وكتبه ورسله وخير خلقه خاتم النبيين لست من الذين يجترئون على خلاف المأثور من خير الكائنات بل من الذين يخالفون ربهم ويطهرون الخطرات بل أني أعطيت مقامات الرجال وعلمني ربي فهداني إلى أحسن المقال وجعلني مهدي الوقت ومن المجددين فما فهم المكفرون كلامي وكفروني قبل التدبر في مرامي وفقلت والله لست بكافر ويعلم ربي إسلامي فما تركوا قول التكفير بل أصروا على ما فعلوا وظلموا في التقرير والتحرير وقالوا كافر كذاب ونتربص عليه العذاب والله يعلم أنه من الكاذبين المفترين أو الجاهلين المستعدلين أأفتريت على الله بعدما أفنيت عمري في مساعي الدين حتى جاوزت الخمسين وحماني مقدة ربي من سبل الشياطين وما كانت منيتي في مدة عمري إلا حماية دين خير الأنام وعلاء كلمة الإسلام وكفى بالله شهيدا وهو خير الشاهدين بعد كده كتب سيدنا أحمد دعاء والتضرعات لله تعالى علشان يفتح الله تعالى بينه وبين قومه بالحق وعلشان يبين سبحانه للناس أنه مش من الكاذبين المفترين وأنه هو فعلا الإمام المهدي اللي كانوا بيترقبوه وينتظروه وهو المسيح المعودي اللي كانوا بيتطلعه إلى السماء في انتظار نزوله فقال يا رب يا رب الدعفاء والمضطرين ألست منك فقل وأنت خير القائلين كثر اللعن والتكفير ونسبت إلى التزوير وسمعت كله ورأيت يا قدير فافتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين ونجني من علماء السوء وأقوالهم وكبرهم ودلالهم ونجني من قوم ظالمين وأنزل نصرا من السماء وأدرك عبدك عند البلاء ونزل رجسك على الكافرين وصرتك أذلة مطرود القوم ومورد اللوم يعني بقيت زي الشخص الزليل المطرود من الناس فانصرنا كما نصرت رسولك ببدر في ذلك اليوم خذوا بالكم من الجملة دي مهمة أوي فانصرنا كما نصرت رسولك ببدر في ذلك اليوم وحفظنا يا خير الحافظين إنك الرب الرحيم كتبت على نفسك الرحمة فتعلنا حظا منها وأرنا النصرة وارحمنا وتب علينا وأنت خير وأنت أرحم الرحمين رب نجني مما يقصدون واحفظني مما يريدون وأدخلني في المنصورين رب فرد كربي وأحسن منقلبي وأظفرني بقصوى طلبي وأرني أيام طربي وكن لي يا ربي يا عالم همي وإربي وصافني وعافني يا إله المستضعفين كذبني كل أخذ طرهات وكفرني كل أسير الجهلات وما بقي لي إلا أن تجع حضرتك وأطلب عونك ونصرتك يا قاضي الحاجات لعلك ترد نهاري بعد أن صغت شمسي للغروب وضجر القلب من الكروب ووالله ما تأوهي لفوت أيام السرور ولا للتناعم والحبور بل للإسلام الذي صال عليه الأعداء وأفلت شموسه وطالت الليلة الليلاء وظهرت المجادات في فرق الإسلام المداجاهنة يعني المخادعة والتفرقة في أمة خير الأنام وأما الكفار وأحزاب اللئام فقد انتظموا في سلك الالتئام والحصرة الثانية أن فينا العلماء والفقهاء والأدباء ولكنهم فسدوا كلهم وأحاطت عليهم البلاء إلا ما شاء الله رب إلا ما شاء الله ربي فرحم وتقبل من دعاءنا وإليك الشكوى والتجاء يعني إليك الشكوى واللجوء يقولون إن نحن أعلام الدين وعمائد الشرع المتين ولكن ما أرى فيهم أحدا كذيم قول جري خادم دين نبينا كمحب ولي بل سقطوا في الشهوات والأهواء والدعواء والدعاوى والرياء وما أجد أكثرهم إلا فاسقين وكنت أخال في ريق زماني أنهم أو أكثرهم من أعواني ولكنهم ولوا دبورهم عند الابتلاء وكان هذا قدرا مقدرا من حضرة الكبرياء فالآن أفردت كإفراد الذي يبيت في البيداء أو كالذي يقعد في أهل الوبر وسكان الصحراء فالآن قلت حيلتي وضعفت قوتي وظهر هواني على قومي وعشيرتي ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين إليك أنبت وعليك توكلت وبك رضيت ربي فاستر عوراتي وآمن روعاتي ولا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بيدك البذل والعطاء والعز والعلاء وإذا أتيت فلا يأتي البلاء وإذا نزلت فلا ينزل الضراء وأشهد أن لا إله إلا أنت ولا رافع إلا أنت ولا دافع إلا أنت عليك توكلت وبحضرتك سقطت وأنت كهف المتوكلين أحسن إلي يا محسني ولا أعلم غيرك من المحسنين وصل وسلم على رسولك ونبيك محمد وعظم شانه وعظم شانه وآل الخلق برهانه إنا جئناك لدينه باكين تعلم ما في قلوبنا وتنظر ما في صدورنا وإنا معك طوعا وما ندخر عنك صدقا وروعا وما كنا لأن نهتدي لولا أن هديتنا وما وجدنا لولا ما أعطيتنا فلا حمد إلا لك ويرجع إليك كل حمد الحامدين إنك رب رحيم وملك كريم فمن جاءك ووالاك وأحبك وصافاك فلا تجعله من الخائبين فبشرى لعباد أنت ربهم وقوم أنت مولاهم سبقت رحمتك غضبك ولا تضيع عبادك المخلصين فالحمد لك أولا وآخرا وفي كل حين ده هو الدعاء اللي دعاه الإمام المهدي وتضرع به إلى مولاه ومن الواضح أنه كان دعاء المضطر اللي بيدوب فيه قلبه ووجدانه أملا ورجاء في نصر الله وتنسحق روحه وهو بيرمي نفسه على عتبة مولاه ويشكو إليه همه وغمه ويطلب منه نصره وتأييده فهل تصدر الكلمات دي من أفواه الكذبين المفترين على رب العالمين؟ ونريد أن نلفت انتباه المشاهدين إلى جملة من الدعاء بيقول فيها فانصرنا كما نصرت رسولك في بدر في ذلك اليوم واحفظنا يا خير الحافظين وبالفعل نرى أن الله تعالى استجاب دعاء عبده وأنزل نصره للإمام المهدي تحقيقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالوا من 13 قرن فلما اكتمل القمر وصار بدرا في ليلة 13 من شهر رمضان سنة 1111 هجرية الموافقة سنة 1894 ميلادية اتحقق نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا للإمام المهدي عليه السلام وانخسف القمر زي ما جه في الحديث الشريف وكما وزي ما نصر الله رسوله في بدر مكانا كذلك نصر الله الإمام المهدي في بدر زمانا وبعدين في يوم 28 من نفس الشهر المبارك انكسفت الشمس وهكذا وقعت المعجزة الفلكية اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وأشار إليها القرآن الحكيم في سورة القيامة لما قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فجمع كسوف الشمس وخسوف القمر في شهر رمضان وسجلت المراصد الفلكية الحدث ده عشان يفضل دايما وأبدا مذكور في استجلات للعايز يتحقق ويتأكد من حدوثه إيه اللي حصل بالزبط وإزاي حصل الخسوف والكسوف ده وإيه مدلولاته وإيه كان تأثيره على سيدنا أحمد عليه السلام كل ده هنعرفه في الحلقات الجاية إن شاء الله تعالى وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته